كسرت القوات المشتركة المرابطة في جبهة حيس من الشمال الشرقي والغربي هجوما جديدا شنته الميليشيات الحوثية في وقت متأخر من ليل الخميس بمختلف أنواع الأسلحة وقال مصدر عسكري وآخر ميداني أن عناصر ميليشيات الحوث التي حاولت التسلل من مناطق تمركزها تكبدت على أيدي الطال اللواء الأحد عشر عمالقة خسائر بشرية وعسكرية بعد أن فشلت في محاولتهم التقدم وأشار المصدر إلى أن الميليشيات أرسلت عناصر أخرى للتعزيز ناريا ولإخراج الجرحى والقتل ولكن قوات لواء السابع قامت بالتعامل مع العناصر الأخرى وتم تجديد الخناق عليهم وتلقينهم درسا قاسيا